اهلا بكم مشاهدينا في حديث اليوم انتهت الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا بصدور بيان ختامي تلاه نائب وزير خارجية كازاخستان أرجان إشكابييف اليوم الثلاثاء والذي أكد فيه على استعداد الدول الثلاث روسيا وتركيا وإيران على مواصلة الجهود المشتركة لدفع العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وذلك عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري سوتيشي على حسب وصفهم في حين مشاهدينا تستمر وبحسب مراقبين مفرزات مؤتمر أستانا وأهمها المقايضات الروسية التركية في المناطق السورية والتي نجم عنها تغيير ديمقرافي تهجير قسري إخراج أغلب الفصائل المسلحة من مناطق سيطرتها وبالتالي رجحان الكفة لصالح النظام هذه التفاصيل المشاهدين ستكون عرض للنقاش بعد أن نتابع التقرير التالي عملية أستانا باقية وتستمر هذا ما جاء على لسان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أليكسندر لافرينتيف في ختام الجولة التاسعة التي وصفها بالإيجابية من جهته أعرب رئيس وفد النظام إلى أستانا بشار الجعفري عن الارتياح لنتائج جولة التاسعة من اجتماعات أستانا حول سوريا نائب وزير خارجية كازاخستان إرجان إشكابييف ألقى البيان الختامي لمحادثات أستانا 9 المتعلقة بالملف السوري والذي أكد على استمرار عمل مناطق ما سمي بتخفيف التوتر وحمايتها وحماية نظام وقف إطلاق النار في سوريا وجاء في البيان تم الاتفاق لإجراء مشاورات مشتركة مع ممثلي المبعوث الأمم إلى سوريا وأطراف النزاع في سوريا لإنشاء ظروف لدعم بدء عملية اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن وإجراء هذه اللقاءات بشكل مستمر وتطرق البيان إلى ضرورة تشجيع الجهود التي تساعد جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والهادية وتحقيق هذه الغاية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وأشار البيان إلى الاسترشاد بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 مؤكدا على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز عملية التسوية السياسية من خلال تسهيل تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري في سوتي كما أعلن البيان الختامي للجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول سوريا أن لقاء بصبغة روسيا، تركيا، إيران على مستوى عالي يعقد في يوليو في سوتي الروسية ويرى معارضون أن محادثات أستانا ساعدت النظام السوري وحليفته روسيا على استرجاع مناطق واسعة مما سمي بالمعارضة السورية آخرها الغطة الشرقية وريف حمص الشمالي وفشل تطبيق نتائج أستانا ثمانية التي عقدت في كانون الأول الماضي حين اتفقت الدول الضامنة على تشكيل لجنة مشتركة للإفراج عن المعتقلين في سوريا تضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط مشاهدين الكرام أرحب في ضيفتي في الاستيديو السيدة لينا بركات المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية للنقاش حول هذه التفاصيل بداية سيدة لينا أهلا ومرحبا بك أهلا بكم وشكرا للإستيضات يعني كما شهدنا في التقرير أستانا التسعة ينتهي وهناك تفاؤل مزدوج سواء من الروس أو من قبل وفد النظام حيال نتائج أستانا تسعة ولكن حال السوريين يقول نحن إيش إجانا من هالمؤتمر بالتأكيد يعني عقد مؤتمر أستانا تسعة وكما غيره من المؤتمرات التي عقدت من أجل حل الأزمة السورية نعم يعني لم تأتي أكلها والنتيجة واضحة على الأرض هذا ما يحدث أما التفاؤل من ناحية روسيا أو النظام أو يعني الدولة أو النظام السوري فهي نتيجة الامتصارات المؤخرة التي تمت على المجموعات المسلحة بما يعتبروها انتصار كان بالغوطة الشرقية أو في ريف حمص الشمالي وإخراج هذه المجموعات المسلحة وإرسالها إلى مناطق أخرى لاستعادة سيطرة النظام على هذه المناطق من جديد يبدو أن التفاؤل من هذه وجهة نظرهم هذا هو مبعث التفاؤل ممكن اعتبار وتفاؤل بالنسبة فقط للروس ولوفد النظام ولكن السوريين لا شيء يخصهم في هذا التفاؤل بالتأكيد الضحية هو الشعب السوري لا يوجد تفاؤل بالنسبة للسوريين والمؤتمرات جميعها يعني لحد الآن لم يتم تطبيق أي قرار لصالح الإنسان السوري أو المواطن السوري أبدا جميعها تصب بمصالح الدول الإقليمية الدول الراعية أو النظام كرأس النظام أو كالمعارضة التي موجودة في الخارج والتي تدعم جماعات مسلحة موجودة على الأرض أما بالنسبة للشعب الذي يعاني والشعب الموجود على الأرض السورية وهو من يعاني من النزوح والتهجير والتغيير الديمغرافي الذي نراه الآن لم يستفد أي شيء من هذه المؤتمرات أبدا سيدة لينة فيما يخص المؤتمرات عموما التي عقدت منذ بداية الأزمة السورية وإلى اليوم فيما يخص الشعب السوري قد يقول قائل لربما أستانا كان أفضل من غيره كونه حقق لنوعا من الهدوء أو نوعا من الاستقرار في بعض المناطق يعني على ولو كان على حساب المناطق الأخرى ما رأيك في هذا الطارق؟ لا أعتقد ذلك مشكلة الأزمة السورية أنه منذ بدايتها كان هناك تدخلات إقليمية ودولية وهذا ما كان لافت للنظر في هذه الأزمة التدخل من قبل إيران من قبل تركيا روسيا أمريكا الاتحاد الأوروبية جميعها حاولت أن تدخل في الأزمة السورية لصالح هذه الدول أما بالنسبة للشعب السوري فما هو يتحقق فهو مؤقت وليس استراتيجي ولا يحقق الهدف الاستراتيجي أساسا والذي هو الأمان والسلم التي كانت تعيش به سوريا أو المطالب التي خرج من أجلها الشعب السوري في بداية الأزمة أو الحراك الشعبي الذي حدث الحرية المطالب بالحرية أين هي؟ لم تتحقق لم نراها على الأرض أبدا وفي هذا السياق أيضا سيدالينا سمعنا حديث عن ربما فتح طريق حلب دمشق الدولي وربما انفراجات معينة في موضوع المتقلين ولكن لم نشهد أي شيء بالتأكيد لا يوجد أي شيء ولا نشهد أي شيء بالتأكيد لا يوجد تفاول بهذا الموضوع هناك ملفات جدا مخفية وربما هي هذه المؤتمرات تحدث كنوع من حقن المهدئ للشعب نحن نقوب نتفاوض نسعى لحل هذه الأزمة ولكن على أرض الواقع أبدا هناك قوتان دوليتان كبيرتان أمريكا وروسيا هم من يحددون إلى أين تسير هذه الأزمة وهم من يحددون متى تنتهي هذه الحرب وبأي طريقة سوف تنتهي حسب المصالح طب سيدة لينا كان لافت غياب الوفد الأمريكي بصفة مراقب للمرة الأولى عن مؤتمر أستانا غياب الوفد الأمريكي كيف قرأتموه؟ طبعا هناك توتر بين روسيا وأمريكا منذ أن دخلت تركيا إلى عفرين والاتفاق الذي تم بين تركيا وروسيا على هذا الأساس والتقرب الروسي الإيراني أيضا فيبدو أن أمريكا تريد أن توضح أنها رافضة لهذا المؤتمر ولا تريد أن تعطيها هذه الشرعية كون هي أيضا موجودة على الأرض السورية وتقوم بمحاربة الإرهاب داعش من خلال التحالف الدولي فهي لا تريد أن تعطيها هذه الشرعية أو هذه الدعم بالنسبة لمؤتمر أستان لكي تفرغه قليلا من هذه القوة التي تريد تركيا وإيران وروسيا أن تعطيه لمؤتمر أستانا هناك طرح أيضا يتحدث سيدالينا بأن الولايات المتحدة لن توافق على أي اتفاق تكون فيه إيران بالذات ضامن أو مراقب في ظل ذلك ما هي خيارات روسيا وإيران؟ عفا روسيا وتركيا أظن أنه سيستمر هذا النهج الذي يقوم به الآن تركيا من خلال اتفاقها مع روسيا أو روسيا حاولت من خلال اتفاقها مع تركيا أن تصل إلى قيادات الجماعات المسلحة التي تقوم بدعمها تركيا على الأرض وربما نجحت قليلا في ذلك من خلال أعطائهم بعض الدفع يعني أو أعطائهم المجال للدخول إلى أرض السورية كما هم يريدون والدليل على ذلك اجتياحهم احتلالهم لمدينة عفرين ومطالبتهم بمناطق أخرى وإعطاء أردوغان هذا الدعم من أجل تحقيق الإمارة الإسلامية التي هو يحلم بإنشائها أو تشكيلها على الحدود بين سوريا وتركيا للحفاظ كما هو يدعي على أمن بلده تركيا فيبدو أن روسيا من خلال تعاونها مع تركيا ستحاول الضغط على أمريكا كون تركيا أيضا هي في حلف الأطلسي حلف الناتو وثاني أقوى جيش في هذا الحلف وتملك أسلحة متطورة حصلت عليها من القواعد الأمريكية الموجودة في تركيا فيبدو أن ورقة الضغط ستكون هي تركيا من يستطيع كسب تركيا لجانبيه أكثر سيكون هو له الدور الأكبر طب في هذا السياق أيضا سيدة لينا يعني مبغوث الرئيس الروسي إلى سوريا لفرانتيف قالها صراحة في أستانة التسعة نحن نعول على الأتراك فيما يخص منطقة إدلب ولكن فيما يخص المدني السوري قصف النظام ما زال مستمر على ريف إدلب مثلا وحتى قصف روسي والأتراك لا يفعلون شيء هل يترقب من أي شيء جديد يفيد المواطن السوري لربما في هذه المنطقة في ظل هذه التصريحات الروسية نراه الآن من تغيير ديمغرافي وخروج الجماعات المسلحة من ريف حمص الشمالي ومن ريف حما وما شاهدناها أيضا من خروجهم من دومة والغوطة الشرقية واتجاههم دائما باتجاه الشمال ومناطق إدلب فأظن أنهم سيدعون تركيا قليلا تمتد إلى هذه المناطق وما شاهدناها من وجود نقط مراقبة حاولت تركيا وضعها في ريف حما وفي ريف إدلب وريف حلب طبعا ضمن اتفاقية يعني يبدو أنهم تفقوا على شيء معين في القمة التي حصلت في تركيا بين بوتين وأردوغان ورئيس إيران على أهلية عمل معينة ضمن الأراضي السورية من أجل إعطاء أدوار معينة لهذه الدول الإقليمية كإيران وتركيا يعني هناك من يقول تركيا لو أرادت أن تحمي إدلب وريفها وريف حما طبعا ضمن إطار النطاق المراقبة التركية لفعلتك مثل ما تفعل في مناطق ما يسمى درع الفرات أو حتى في عفرين هل نحن مهيئون لهذا السيناريو برأيكم؟ ربما ربما تركيا تلعب دورا غير نظيف بالنسبة لسوريا وروسيا يبدو أنها اتفقت معها ضمن منهج معين من أجل إقصاء الدور الأمريكي في المنطقة والوقوف بجانب إيران كونهم متجاورتين يعني دول متجاورة لديهم حدود مشتركة ولديهم مصالح تجارية مشتركة ولديهم الكثير من الأمور الاقتصادية التي هم يريدون الحصول عليها من خلال السيطرة على المناطق السورية فيبدو أن حلف روسيا مع تركيا مع إيران سوف يوفر لهم هذه الجبهة القوية في مواجهة أمريكا ومصالحها في هذه المنطقة طب في ظل تحكم روسيا بخيوط أستانا هل من تعويل هل من آمال ربما تعقد على جولة سوتشي المقبلة كما جاء في نتائج أستانا طبعا هو كما يعني عقد مؤتمر سوتشي في روسيا حاولت سحب البساط من تحت أقدام المجتمع الدولي ككل يعني نعم من في مؤتمر جنيف أو حتى في مؤتمر أستانا وانتظر نفسها بأنها هي الراعي للأزمة السورية وأنها تريد حل هذه الأزمة ومن خلال الدعوات التي قدمتها للموجودين على الأرض السورية أو خارج أرض السورية لحضور هذا المؤتمر ولكن يبدو أن سوتشي سيكون مثل غيره من جنيف أو أستانا سنشهد سوتشي واحد وسوتشي ربما عشرة ولن تنتهي الأزمة بهذه السهولة أبدا فهناك قوة كثيرة متصارعة على الأرض السورية وهناك مواطن سوري كما قلت يريد الحصول على أقل ما يمكن من وسائل الحياة أو العيش الكريم التي فقدها بسبب هذه الحرب العبثية حقيقة هنا المنطق من حقها أن يسأل ما الذي يدفع المعارضة السورية للحضور فمن خلال مناطق خفض التصعيد الذي تم الاتفاق فيها على وقف الأعمال القتالية مع الفصائل تم أخراج كل الفصائل من مناطق خفض التصعيد وتجميعهم في منطقة خفض التصعيد واحدة ألا وهي إدلب الآن ما الذي يدفع للحضور برأيكم المحاصصة تريد أن تنال حصتها من الكعكة السورية كما يقال وأن تظهر بأن هذا من خلال ضغوط أنا متأكد أنها من خلال ضغوط تركيا حضرت هذا المؤتمر لأنها رفضت أن تكون موجودة في سوتي لاستكمال أعمال هذا المؤتمر وقتها مثلتها تركيا قامت برفض هذا الحضور ومثالتها تركيا كما تقول فهي يبدو أنه بالضغط من تركيا حضرت من أجل إعطاء شرعية نوعا ما لهذا المؤتمر لتفعيل أكثر الدور التركي فهي كما يقول التركي تقوم بفعله ويبدو أن هذا التغيير الديمغرافي الذي يحدث وإخراج جميع الفصائل ووجودها في منطقة معينة يبدو هناك وعود معينة بإنشاء دولة أو إمارة أو شيء ما يخص المعارضة السورية في تلك المناطق التي تركيا سوف تكون داعمة لها من أجل إحداث هذا المشروع في ظل ذلك هناك من يقول سيدة لنا روسيا تمارس نوع من الاستغلال وتحقيق مكاسب أكبر فقطها فقط من خلال حضور المعارضة إلى أستانا بالتأكيد هو هذا الشيء متفق عليه كما قلنا روسيا تحاول أن توسق علاقتها أكبر أكثر ما تمكن من تركيا لسحبها من وجودها كحليف كانت حليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة فهي حاول تكسب ود تركيا بمجموعة من التنازلات لها كما استحبت من عفرين لتدخلها تركيا بأعطاء وعود معينة من أجل تمرير خط الغاز الذي سيكون يمتد من أوكرانيا مرورا بعدة دول ومنها تركيا لتستفيد من هذا الموضوع فيبدو أن روسيا نجحت نوعا ما في هذا الأمر التي خططت له بزكاء نوعا طب في نهاية المطاف سيدة لينا روسيا هل فعلا هي تسعى لحل سياسي بسوريا برأيكم لا أحد يسعى لهذا الحل السياسي أبدا والضحية هو الشعب السوري لا مؤقتا يبدو أنه الحل بعيد الحل بعيد المدى هناك صراعات في المنطقة وهناك أمور يوميا نرى مستجدات جديدة تظهر على الساحة يوميا هناك تصريحات مواقف جديدة تظهر أصبحنا نوعا ما لم نعد نستطيع أن نتكهن متى ستنتهي هذه الأزمة الصراع بين روسيا وأمريكا وخصوصا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني خلقت نوع من الاختلال أو وجود اختلاف في وجهات النظر وخلاف هو غير ظاهر بشكل علم ولكن هناك خلاف أكيد على هذا الموضوع وسوريا هي من تدفع الثمن وأول ثمن دفعته سوريا هي الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى الأرض السورية بحجة أن هناك قواعد إيرانية موجودة في مناطق معينة هي تريد أن تدمر كل البنية التحتية العسكرية للنظام بحجة الوجود الإيراني وأن يعني تكون تعود خسارة أمريكا للتركيا أن تكون إسرائيل هي البديل عن هذا الخسارة طالما تركيا تتعاون الآن مع روسيا يعني بالنهاية سيدة لنا يمكن القول أيها السوريين لا تنتظروا أي حل سياسي لأزمتكم حتى تتخلص هذه الدول روسيا تركيا وإيران وأمريكا من مشاكلها البينية ومن ثم يأتيكم الحل أنا أعتقد أنه على السوريين الآن التفكير جديا بمصلحتهم وعقد حوار وطني في سوريا لا يوجد حل غير ذلك الأطراف السورية جميعها أن تجلس حول طاورة الحوار والتفاوض السوري من أجل نحن أن نجد الحل لأزمتنا لا روسيا ولا أمريكا ولا غيرها يفكر بحل الأزمة سياسيا والجميع يريد الاستفادة قبل أن يفكر بالشعب السوري طيب سيدة لنا يعني لنقولها صراحة في ظل التدخل الأجنبي الكثير من قبل الدول في سوريا هل السوريين قادرين على العقد هكذا مؤتمر أو حتى حل مشكلتهم فيما بينهم؟ علينا أن يجدوا الوسائل أن يفرضوا شرطهم على هذه الدول علينا أن لا نفقد الأمل بقدرتنا نحن السوريين على إيجاد حل هذه الأزمة مهما كانت الولاءات أو الأجندات الموجودة أو المصالح لا يوجد أعلى من مصلحة الإنسان السوري على الأرض السورية سيدة لينا يعني آخر أحصائية كانت للمرصة السورية حقوق الإنسان تحدث بأن قوات سوريا الديمقراطية على سبيل المثال تسيطر على 26% من الأراضي السورية هنا يأتي السؤال يعني من مثل هذه المنطقة في مؤتمر أستانا أو هي بالأساس لم تدعى؟ فكيف يتم الحديث عن التوصل لحلول فيما يخص الأزمة السورية؟ يبدو أن هناك إقصاء متعمد لهذه المنطقة أو لممثلين عن المشروع القائم في هذه المنطقة لأن المشروع الموضوع لسوريا والدستور الذي كان روسيا اقترحته في بادئ الأمر هي أعطاء حكم ذاتي للأقليات السورية يعني تقسيم المنطقة عرقيا وطائفيا المشروع الموجود في منطقة الشمال السوري أو منطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أو حررتها عفوا من داعش هناك مشروع آخر ينادي بالعيش المشترك والسلم والتعايش ما بين المكونات جميعا وعدم الرغبة بتقسيم سوريا وهذا ضد مصالح تركيا وضد مصالح روسيا لذلك يتم إقصاء هذه المنطقة في أي مفاوضات إن كان في جنيف أو في سوتي كل المفاوضات التي عقدت والمؤثمرات لم يدعا ممثلوا تلك المنطقة من هنا تفقد شرعيتها هي ليست مفاوضات شرعية أبدا هي ليست مفاوضات شرعية إذن سبب الرئيس وراء عدم دعوة ممثلي مناطق شمال شرق سوريا برأيكم ما هو؟ لأنهم يمثلون الحل الحقيقي للأزمة السورية لأنهم سيطرحون حل جدي وفعلي للأزمة السورية ويبدو أنهم لحد الآن هم رافضون أن يكون هناك حل سوي لهذه الأزمة وليس من صالح الدول الأجنبية يعني بحسب أكثر المراقبين في هذه الفترة على الأقل إيجاد تسوية أو حل الأزمة السورية بالتأكيد حتى تحقيق مصالح معينة بالتأكيد طب سيدة لينا الآن سوف نفتح محور جديد من محور حديث اليوم فيما يتعلق بنقاط المراقبة التركية في استمرار لتنفيذ ما بات يعرف بمساري أستان الخاص بمناطق خفض التصعيد في سوريا الذي وقعته الدول الضامنة الثلاث إيران وتركيا والروسيا وعقب إجراء وفد تركي استطلاعاً لمنطقة سهل الغاب في رفحام الشمالي الخميس الفائت دخل رتلون عسكري تركي مؤلف مما يقارب مئة آلية إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي ووصل إلى منطقة جبل شحشبو بريف حماء الغربي لتثبيت النقطة الحادية عشر من نقاط المراقبة حسب ما أكدته وكالة الأناضول ومن المتوقع أن تبدأ روسيا بإنشاء نقاط المراقبة الخاصة بها على الجانب الآخر من الحد الفاصل المتفق عليه في أستانا في وقت تواصل أعداد الضحايا بالارتفاع جراء التفجير العنيف الذي وقع في مدينة إدلب والذي استهدف القصر العدلي التابع لهيئة تحرير الشام جبهة النصر سابقا حيث وصل عدد الضحايا إلى ثمانية وعشرين على الأقل ممن قضوا في وقت لا تزال الأعداد قابلة للإزدياد لوجود جرحا بحالات خطرة ووجود معلومات عن مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه التفجير وبالانتقال إلى محافظة حلب فقد شهد محيط المدينة عمليات قصف بالتزامن مع سقوط قذائف على مناطق فيها حيث نفذت الطائرات الحربية عدة غارة على مناطق في محيط حي جمعية الزهراء غرب حلب بالتزامن مع سقوط عدة صواريخ يعتقد بأنها من نوع أرض أرض أطلقتها قوات النظام على منطقة الليرمون شمال غربي مدينة حلب ترافقت مع سقوط عدة قذائف هون على مناطق في أطراف بلدة كفر حمراء شمال حلب كذلك سقطت قذائف على مناطق في شارع النيل ومحيطه بالقسم الغربي من المدينة مما تسبب بأضرار مادية وسقوط جرحا أهلا بكم من جديد مشاهدين سيدة لينا بداية ما هو رأيكم حول سبب وأهمية نقاط المراقبة التركية سواء بالنسبة للسوريين أو حتى للأتراك هذا يؤكد المشروع الروسي التركي بتقسيم سوريا يريدون أعطاء تركيا هذا الدور كونها هي دولة إقليمية موجودة ولها حدود كبيرة مشتركة مع سوريا من أجل تحقيق كما يقولون السلم أو السلام ولكن هم عمليا يقومون بتقسيم وضع حدود معينة من أجل تقسيم سوريا ليكون هذا سهل في المستقبل وأنا أستغرب من المؤتمر أستانا أنهم لم يعترضوا على احتلال تركيا لعفرين علما أنهم كانوا موجودون ضمن هذا المؤتمر لم يعترضوا على هذا التدخل التركي الغير مبرر في الأراضي السورية وعلى أي أساس تقوم بهذا التدخل هذا يوضح الأجندة الموجودة أو الأجندة التي تم الاتفاق عليها من قبل روسيا وتركيا من أجل تعزيز وجود الدور التركي كونها لاعب إقليمي مهم وتريد كسب ود هذا اللاعب في المنطقة هناك طرح يتحدث بأن نقاط المراقبة التركية تهدف في نهاية المطاف إلى ربط إدلب بمناطق ما يسمى درع الفرات وغصن الزيتون حتى ما رأيكم في هذا الطرح؟ طبعا أكيد المشروع التركي لم يقف عندها عفرين هي تريد السيطرة أيضا على مناطق واسعة من أجل تحقيق الإمارة الإسلامية التي صرحت عنها ونقل عوائل المسلحين أو المسلحين الفصائل المسلحة الموجودة في الداخل إلى تلك المناطق يعزز هذه النظرية ويؤكدها أنها تقوم بذلك من أجل إحداث هذه تكون هناك حماية تركيا لا يستطيع النظام أو أي أحد التدخل بطريقة معينة من أجل الحفاظ على سلامة هذه الإمارة التي ينون إنشاءها في هذه المنطقة طب في نهاية المطاف سيدة لينة الفصائل التي ذهبت إلى أستانا وشهدت أستانا هناك من يقول أنه تم التغرير بها لأن هذه الفصائل تم أخراجها من مناطق سيطرتها عبر مناطق خفض التصعيد وبالتالي تصفية ما يسمى الجيش الحر وتجميع ما تبقى بإدلب لم يكن هذا هو الهدف الأساسي لأستانا ربما يكون هذا هو الهدف الأساسي ولكن يوجد أيضا هناك جيش حر في جنوب سوريا في منطقة الحرامون ودرع يوجد ما زالت توجد تلك الفصائل الموجودة لم تخرج من مناطقها وإن كانت بمجموعات قليلة ولكن هي موجودة أما تصفية الجيش الحر قبل التطرق إلى نقطة أخرى سيدني استمرار أستانا هو فقط لأجل الفصائل التي ما زالت موجودة في الجنوب برأيكم؟ ربما ربما من أجل نقلها جميعا إلى تلك المنطقة التي تسيطر عليها تركيا طب كان الشرط الروسي على تركيا يعني تجميع المسلحين بإدلب ثم فصل الإرهابيين الذي كما تسميهم روسيا عن المعتدلين وهناك مشروع تركيا أيضا لتوحيد الفصائل تحت راية واحدة الآن نشهده وأخراج المتطرفين نايت مطافي يعني السيناريا المتوقع لكل هؤلاء المسلحين بإدلب ما هو برأيكم؟ لا أعتقد ذلك هي نوع من البروبغاندا الإعلامية ولكن هم يريدون تجميع جميع المسلحين أو الفصائل المسلحة هناك من أجل تأسيس قوة معينة في مواجهة قوة أخرى معينة يبدو هكذا هذا المخطط أو المشروع الذي يحاولون الوصول إليه تشكيل نواة جيش معين مؤلف من هذه الفصائل لكي تكون في تلك المنطقة وتقوم بمحاربة أيضا فصائل أخرى موجودة على الأرض لتحقيق المشاريع التي يطمح إليها إن كان تركيا أو روسيا المرصد السوري لحقوق الإنسان صراحة أن تحدث اليوم عن ازدياد عدد المستوطنين العرب كما أسماهم في منطقة عفرين هل ذلك يعود لما يقول البعض سيدة لينة هو نواية تركية إنشاء حزام من التكفيريين على الحدود السورية التركية مركزه الأراضي الكردية؟ بالتأكيد هي تريد ذلك وهي تحارب أساسا فكرة وجود قوات سوريا الديمقراطية هي كانت دعت أن هناك إرهابيين موجودين في عفرين لدخول منطقة عفرين ومن أجل تأسيس هذا الحزام الذي تتحدث عنه لضرب هذا المشروع الموجود في المنطقة أو المشروع الذي يسعى فعلا إلى حل الأزمة السورية واتهمتهم بالإرهابيين وقامت بالدخول العلما أنها هي من تدعم الفصائل الإرهابية بدءا من فتح أراضيها للمعسكرات من أجل تدريب داعش وغيرها من الفصائل ودعمها إن كان ماديا أو معنويا أو حتى إعلاميا وقامت بتمثيلهم أيضا في سوتي يعني هي لا تخجل من هذا الموضوع ولكن هناك لعبة دولية معينة تريد تركيا أن تكسب من خلالها أكبر قدر من الأراضي السورية وأن تحمي نفسها كما تقول من قوات سوريا الديمقراطية أو ما تصفهم هي بأنهم إرهابين علما أنها هي داعم الأكبر للإرهاب في هذه المنطقة طب سيدة لينة هناك طرح يتحدث الآن يعني عن وجود مقيضة من نوع جديد تحت مسمى ريف حمى الشمالي مقابلة الرفعة ما رأيكم في هذا الطرح؟ ربما حصلت تركيا على وعود من التحالف أو من أمريكا كما يقال بسحب قوات سوريا الديمقراطية من تل رفعة مقابل أن لا تدخلها تركيا ومقابل أن تحصل هي على نقاط مراقبة في ريف حمى الشمالي وهذا ممكن أيضا من أجل أن لا يحدث هذا الصراع أو لا تقوم أمريكا بالرد على تركيا وأن يدخلوا في صراع في المنطقة أمريكا لا تريد الآن الدخول فيه سيدة لنا بعض السوريين يقولون أن المؤامرة ما جرى في سوريا مؤامرة ولكن على الشعب السوري وليس على النظام أغلب المسؤولين الأوروبيين كانوا يحذرون من ذهاب المتطرفين والإرهابيين من بلدانهم إلى سوريا والآن جرى الذي جرى وحصل الذي حصل هل يمكن اعتبار ذلك تخاذل دولي؟ تواطئ؟ بالتأكيد تواطئ دولي وهو غير مخفي أصلا ومعلن لا يخجلون من ذلك أيضا أنهم متواطئون مع الجماعات التكفيرية أو الإرهابية مقابل أن يتم تقسيم سوريا لحسابات لصالح دول إقليمية موجودة في المنطقة هم لا يخفون ذلك وأكبر دليل على ذلك ما كان يحصل في عفرين وهذا الصمت الرهيب المعيب بحق المجتمع الدولي تجاه ما حصل لم يوقف تركيا عند حدها لم يصدر أي عقوبة بحق أردوغان علما أنه قتل الكثير من الأبرياء كانوا مدنيين مسالمين موجودين وليسوا من أهالي عفرين أيضا نازحين من كافة المناطق السورية لم يكن يوجد بعفرين فقط من الأخوة الأكراد بل كان يوجد أيضا من باقي المناطق السورية والمدن السورية فالمجتمع الدولي الشريك في هذه الجريمة أيضا طيب في نهاية المطاف سيدة لينعيد سيناريوهات توطين السوريين في غير مناطقهم وجلب سوري من فوعة ووضعه في الشام وبالعكس هذه السيناريوهات هل سيكتب لها النجاح في نهاية المطاف؟ هل هي قابلة للتطبيق من حيث المبدأ والنتيجة؟ يبدو أنها بدأت تظهر نتائجها بشكل معلن وواضح والدول لم تعد تخجل من هذه التغيرات التي تتم أو من سيطرة إيران مثلا على مناطق معينة في دمشق أو حمص أو شراءها لهذه الأراضي أو من خلال توطين مجموعات مسلحة من طائفة معينة في مناطق القريبة من تركيا ومحاولة أخرج أهل العفرين الأصليين الأكراد إلى مناطق الشمال السوري لحصرهم أيضا في منطقة معينة يبدو أن المشروع يسير باتجاه معين ولكن على الشعب أن يعي ذلك الشعب الموجود على الأرض أن يكون واعي لهذه الأمور أن لا نقبل بهذه الأمور وأن نحاول أن نبرز هذه الفضاء أن نفضحهم بهذه الممارسات ونتمنى أن لا يتحقق ما هم يرسمون لسوريا المخطط المرسوم لسوريا جدا سيء نتمنى أن لا يتحقق إذن هل يمكن القول سيدة لنا كل مصائب السوريين على الذات تغيير ديمقرافي تهجير قصري أتت من مؤتمرات الأستانة؟ بالتأكيد بالتأكيد كان لها الدور الأكبر بذلك روسيا كان لها الدور الأكبر فيما يجري الآن في سوريا بعد سبع سنوات من الحرب كانت شريكة في هذه الجريمة نعم سيدة لنا الآن سوف نستعرض أيضا آخر تطورات في الداخل السوري ومن ثم نقبل من خلال التقرير التالي دفع جديد من مهجر ريفي حمص الشمال وحمل جنوبي وصلت إلى محافظة إدلب حيث ضمت القافلة نحو 95 حافلة وسيارة تحمل على متنها نحو 2850 مدني ومسلح وعوائلهم ليرتفع إلى أكثر من 27 ألف مهجر عدد الذين خرجوا على متن سبع دفعات إلى ريفي حلب الشمالي الشرقي ومحافظة إدلب في حين تتجهز دفعة جديدة في الريف الشمالي لحمص من المهجرين تمهيدا لاستكمالها وانطلاقها نحو الشمال السوري وكانت القافلة الثانية ضمن الدفعة السادسة وصلت إلى قلعة المضيق بريف حمى الشمالي الغربي واتبعت طريقها نحو وجهتها الأخيرة في محافظة إدلب حيث ضمت عشرات الحافلات على متنها نحو أكثر من 3000 شخص من المسلحين والمدنيين الرافضين للاتفاق كما وصلت القافلة الأولى ضمن الدفعة السادسة المؤلفة من عشرات الحافلات والآليات التي تحمل على متنها نحو 2600 شخص إلى وجهتها في الشمال السوري في حين دخلت الشرطة العسكرية الروسية إلى مدن وبلدات الرستن وعزددين والغاصية وتلبيسة إضافة إلى رفحم الجنوبي كذلك دخلت قوات أمن تابعة للنظام إلى قرى عزددين وسليم والحمرات والقنيترات والحميس وحميمة بحسب ما أوردت وكالة سانا الرسمية وإلى جنوب العاصمة دمشق حيث تمكنت قوات النظام من التقدم وإجبار تنظيم داعش الإرهابي على الانسحاب من المناطق المتبقية له من حي الحجر الأسود لتفرض قوات النظام سيطرتها على كامل حي الحجر الأسود الذي شهد معارك عنفة بين كل من التنظيم وقوات النظام بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومع هذا التقدم لقوات النظام فإن تنظيم داعش لم يعد متبقيا له سوى نحو سبعين بالمئة من مخيم اليرموك وجزء من حي التضامن في القطاع الجنوبي من العاصمة دمشق أهلا بكم الجديد مشاهدينا سيدالينا عن بداية هل من تعليق على التقرير الذي شاهدناه طبعا شيء مؤسف ما نرى شيء مؤسف ما نرى أن يتم التهجير السكان مناطق معينة إلى وتغيير الخريطة الديمغرافية لسوريا بهذه الطريقة الواضحة والمعلنة ولم يعد أحد يستحي من ممارستها أو الإعلان عن ما يريدون أو مخططهم لم يعد أحد يستحي من هذه الأمور هذا الشيء مؤسف بالنسبة لنا كشعب سوري لم نتوقع أن نصل في يوم من الأيام أن نحارب بعضنا البعض وأن نقوم بهذه الأمور شاهدنا الأطفال شاهدنا النساء أقزر ما يمكن أن ينتج عن الحروب هو ما نراه الآن التهجير والتغيير الديمغرافي الحاصل الآن في سوريا ونتمنى أن يوضع حد لهذه التصرفات حقيقة أن المرصد السوري هو اتهم الأمم المتحدة بتجاهل هذه الأمور التي تجري من تغيير ديمغرافي وتهجير قسري سيدة لينة هناك من يقول بأن أي معركة بين قوات النظام وتنظيم داعش في أحياء جنوب دمشق هي عبارة عن مسرحية أنت ما رأيك في هذا الطرف؟ أكيد هي عبارة عن مسرحية من أجل أعطاء الشرعية للخطوات التي يقوم بها النظام بإخراج هؤلاء المسلحين من المناطق الموجودين بها إلى وترحيلهم باتجاه إدلب وعفرين مسرحية دائما مستمرة ومتتابعة الفصول ومتوالية منذ بدء الأزمة من عام 2012 ومسرحية التغيير الديمغرافي بدأت من أحياء حمص والآن امتدت إلى بقية المناطق والنظام يحاول أن يخلق منطقة آمنة بما حاول دمشق ولكن إن لم يتصارع مع هذه الفصائل ولا يوجد مبرر لخروجها من دمشق فهو يقوم بذلك من أجل أن يجد المبرر لنفسه بإخراجها من مناطقها وترحيلها إلى مناطق أخرى على أساس أن هناك تم اتفاقيات وتسويات معينة من أجل أن تخرج هذه والحفاظ على أمنها للوصول إلى إدلب أو مناطق أخرى من سوريا من أجل الحفاظ على حياتهم أو حياة أطفالهم وعائلاتهم لو تحدثنا بالإطار العامي الآن تنظيم داعش خسيرة أغلب مناطق سيطرته في سوريا هدفه من بعض العمليات المنفردة سواء في ريف حمص أو حتى في دمشق أو حتى في أوروبا ما هو برأيكم؟ تنظيم داعش من حيث الإديولوجية والفكر هو يقوم على شيء إرهابي يعني هو في البداية على هدفه قامت دولة معينة وإلى آخره طبعا لم ينجح وهناك الناس المنتسبين لهذا التنظيم من الصعب إخراج هذه الأفكار من رؤوسهم بزهولة أو بسرعة فلذلك سوف نشاهد الكثير من ردات الفعل التي تتحدث عنها من خلال عمليات فردية إن كان في دمشق أو كان في مناطق أخرى أو حتى في العالم الإنسان الراديكالي الأصولي هذا الفكر التكفيري من الصعب إزالته بسهولة من فكر الإنسان أو من تصرفاته كما يقول الإرهاب ممارسة الإرهاب تصبح بالدم القاتل دائما يحتاج إلى القتل أكثر وأكثر ولن نتخلص من هذه المظاهر بسهولة أبدا هناك خلايا نائمة هناك ناس تريد أن تكون الدولة الداعش موجودة دولة الإسلامية في العراق والشام هناك ناس متواطئة تشرى ضم إرهاب بالمال طبعا فلذلك سوف نشاهد الكثير من هذه التصرفات حتى لو حلت الأزمة في سوريا سنشاهد الكثير من هذه الأعمال الإرهابية إلى أن يتم القضاء عليها نهائيا طب في نهاية المطاف سيدة لنا خارطة تقسيم سوريا بريشة إيرانية روسية تركية إلى أين برأيكم؟ على ما يبدو أن المؤتمرات التي تعقدوا محاولة روسيا ظهار نفسها بأنها الراعي للحل الأزمة في سوريا ولكن بما يضمن مصالحها ومصلحة الأطراف التي تقف بجانبها ولكن يبدو أن أمريكا أيضا تقف لها بالمرصاد سنشهد صراعات عديدة سنشهد تصريحات سنشهد الكثير من المناورات ما بين روسيا وأمريكا نتمنى أن لا ينجحوا في تقسيم سوريا نحن نريد المحافظة على وحدة الأراضي السورية وحدة الشعب السوري والاعتراف بكافة المكونات وإغناء هذه المكونات بوجودها عدم السماح بهذا التغيير الديمغرافي نتمنى أن لا تنجح إن كان إيران أو روسيا بما يسعون له من أجل تقسيم سوريا وتركيا أيضا هل تتوقعون أن تمارس عليهما ضغوط سواء روسيا وإيران وتركيا من قبل الغرب وأمريكا في إطار منع التقسيم أو في إطار حتى التوصل لتسويات ربما يقوم المجتمع الدولي بذلك ربما أظن أن أمريكا سوف تتجاوز موضوع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو ما نراه من اجتماعات لأن روسيا تقف دائما عائق في وجه أي اقتراح أو أي عقوبة تريد أن تفرضها أو أي تصرف يريد أن يقوم به المجتمع الدولي تجاه سوريا من خلال استخدام الفيتوهات العديدة التي أصبحت لا تعد ولا تحصى فيبدو أن المجتمع الدولي لن يقف بكتوف اليدين سيحاول إيقاف هذا المشروع ولو مؤقتا من أجل مراعاة المصالح السورية وزير الخارجية الكازاخستان صراحة تحدث اليوم عندما قرأ نتائج أستيانة 9 على ضرورة العودة لمسار جينيب والقرار الأممي 22-25-4 سيدة لنا مسار جينيب والقرار 22-25-4 كفلان بحل الأزمة السورية أنت برأيك؟ لا أعتقد ذلك لم يعطى القرار منذ سنوات تم إقرار هذا القرار وهناك سلات لديمستورة سلات الأربعة التي اقترحها وهناك الكثير من الأمور والقرارات التي أصدرت ويبدو أن لا أحد يأخذها على محمل الجد ولا أحد يريد تطبيقها لأنها في مصلحة الشعب السوري وأصبحت مثل نوع من البروبغاندا أو شيء إعلامي يقال على الإعلام أما ما خفي فلا أحد يعلم به إلا رؤساء هذه الدول العظمة أو الدول الإقليمية التي تتحكم بالأمور يبدو كما تشاء هي في سياق آخر سيدة لنا أنت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية المرأة السورية في الأزمة السورية كيف تنظرين إلى وضعها؟ المرأة السورية كانت الضحية الأولى في هذه الحرق فقدت طب لماذا الضحية الأولى؟ فقدت الأب، فقدت الأخ، فقدت الإبن، فقدت المعيل، وهي أساساً كانت تعاني من عادات وتقاليد وقوانين ظالمة جائرة أساساً كانت تعاني من نسبة الأمية، من نسبة ممنوعة، مهمشة بالوضع السياسي، مهمشة بالوضع الاقتصادي وأتت هذه الحرب لتزيد الضغوط على المرأة السورية، فكانت فعلاً ضحية حتى في مخيمات النزوح تم المتاجرة بالمرأة السورية من خلال تزويجها وشاهدنا الكثير من الفيديوهات السيئة جهاد النكاح ومخترعوه للنساء السبي التهجير القصري ما نراه الآن من تغيير ديمغرافي وأخراج الإنسان من بيئته إلى مكان آخر هذا صعب على المرأة تحديداً هي مرتبطة، نعرف أنها مرتبطة بالأرض والاستقرار فنحن نحاول في مجلس المرأة السورية أن نعبر عن وجع المرأة على كامل امتداد الجغرافية السورية هي التي خسرت وهي من سنعول عليها لإيجاد أو النهوض بالمجتمع السوري من أول وجديد على الأسس السليمة هل من خطوات عملية تخطوها في هذا الإطار؟ طبعاً نحن في مجلس المرأة السورية من أولى أهدافنا هو بناء مجتمع ديمقراطي، المشاركة والتأكيد على الحل السلمي والتفاوضي للأزمة السورية ومشاركة النساء بدور فعال وحضور المؤتمرات الدولية بهذا الخصوص وأيضاً لدينا مشاركة المرأة في الدستور الجديد الذي سيكتب للبلاد تشكيل قوة نسائية نوعية من أجل فرض وجود المرأة والحفاظ على حقوق المرأة ضمن هذا الدستور ومحاولة تغيير القوانين الأحوال الشخصية بما يختم مصلحة المرأة هل من دعم معين لمجلسكم سيدانينا سواء معنوياً أو حتى مادياً؟ مادياً نحن نعتمد على أنفسنا، يعني اعتمادنا ذاتي معنوياً نحن كنساء نحاول إيصال أصواتنا قدر المستطاع إلى المنظمات الدولية وإلى المحافل الدولية لكي نبرهن عن وجودنا نحن كنساء سوريات وعلى الأرض السورية يوجد أيضاً مجالس أخرى أو يوجد اتحادات نسائية أخرى خارج سوريا ولكن نحن موجودين على الأرض ونعرف وجع المرأة ونقوم بمحاولة مساعدة المرأة وأخذ المرأة دورها من أول وجديد في المجتمع السوري بشكل صحيح هل من المساعدة معينة من قبل أمم المتحدة لكم؟ لحد الآن لا يوجد ولكن ربما إقامة ورشات عمل معينة من أجل معرفة توجهات المرأة كيف نستطيع تقديم الدعم للنساء الموجودات في سوريا من أجل تخفيف أعباء الحرب عليهم والتخفيف من آثار العنف اللواتي تعرضنا له نحاول كسب هذا الدعم تعاطي المرأة السورية مع مجلسكم كيف تقيمونه؟ طبعا نحن ما عجزت عنه السياسة استطعنا نحن كنساء سوريات القيام به لدينا نساء من كافة المشارب السياسية لدينا نساء من كافة المكونات على امتداد الجغرافية السورية من كافة المناطق في سوريا من حمص من دمشق من الساحل السوري من مناطق قامشلي حسكر رقة دير الزور جميعهم موجودات وبقوة في المجلس طبعا التعاطي قضيتنا الأولى والأخيرة هي قضية المرأة ممكن أن يوجد حل للأزمة السورية ولكن قضية المرأة تبقى لذلك نحن ما يجمعنا هو قضية المرأة بالهدف الأول لذلك استطعنا أن نجتمع كنساء سوريات من أجل إيجاد حل للقضية السورية وقضية المرأة بالتحديد والعقل الذي ينتج الأزمة لا يستطيع إيجاد حلها لذلك الاعتماد علينا نحن كنساء لإيجاد حل هذه الأزمة وأول انتصار حققنا أننا استطعنا أن نجتمع جميعا من أجل حل الأزمة في سوريا وهل تتوقعون من انفراجات معينة حيال المشاكل التي تعاني منها المرأة؟ بالتأكيد بالتأكيد بالإصرار وبالعمل الجاد وبالتضحية وبالجهود المبزولة سنستطيع بالتأكيد تقديم رفع مستوى المرأة وتقديم لها ما تستحق من حياة حرة كريمة شكرا جزيلا لك لتلبياتك الدعوة لنا بركات المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية الشكر لكم ولجميع المشاهدين إلى هنا نصل إياكم مشاهدين الكرام لختام حديث اليوم شكرا لكرام المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة